هو اليوم الثالث من فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثانية والخمسين تحت شعار القراءة حياة والذي يأتي وسط إقبال جماهيري كبير نحن عندنا 2118 نشر موجودين في معرض القاهرة الدولي للكتاب عندنا 25 دولة عندنا دولة بتشارك لأول مرة عندنا دور نشر عربية بتشارك لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب عندنا مؤسسات مصرية بتشارك لأول مرة في معرض الكتاب على رسوم مثلا مركز معلومات دعم تخصي قرار مجلس الوزراء أول مرة يشارك وفي جهة كدير حتى دولية تشارك لأول مرة بأناملها توصل أعواد القش هذه ببعضها بطريقة فنية لتصنع منتجات البامبو هناء عبدالله من ذوي القدرات الخاصة تشارك في المعرض بهذه المنتجات من خلال جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتثمن دور رئيس السيسي الداعم لذوي القدرات الخاصة مشاركتي في المعرض ده حاجة بصراحة بتسعدني أولا إحنا لازم نعرف الناس نحن كم تشتغل بأيدينا وإحنا ناس مبدعة بجد يعني إحنا طبعا بنشكر سيادة الرئيس على دعمه لأشخاص ذوي الإعاقة للمرة الثامنة يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض الكتاب سعيا لنشر منتجات متحد الإعاقة ووصولها للجمهور لمساعدتهم على التعبير عن أنفسهم ودمجهم في المجتمع وهو ما تسعى له الدولة خلال السنوات الماضية هناك اهتمام كبير جدا بهذه الفئة اللي تمثل من 10 ل 13 مليون شخص في مصر شفنا ده من إعلان 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة وقبل أن ينتهي هذا العام كان هناك القانون رقم 10 لسنة 2018 قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات قبل هذا القانون كان الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في نسبة 5% الخاصة بالعمل لكن دلوقتي بينا الأشخاص ذوي الإعاقة بيتموجودة في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والمواصلات والإسكان ويستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في استقبال زائريه حتى 15 يوليو وستخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصا على الصحة العامة